اشتركوا في القناة من مستوطنة بيتارعليت ومن مستوطنة صورة هدازة لأنهم تفجيرات وتغطية طبقة الجبل بالشوارع وبالبناء هذا طبعاً يأثر على الينبيع وبالتالي جفت تقريباً في عنا في البلد حوالي 80 بركة ماية البلد مكسومة للأرض الزراعية لثلاث أقسام في عنا البلد اللي هي وادي البلد العيق البلد عين البلد يعني وفي عنا عين مذيك وفي عنا الفوار بالنسبة للمياه العادي من اللي في القرية يعني أهل الكرية كل واحد عنده حفرة امتصاصية طبعاً سوناها بطريقة حديثة جداً أنه في تحليلية وفي تصرفية في الحالة هذه لما الواحد عندنا إحنا في ناس كثير عندهم ما زادت يعني الجورة ظلت مفتوحة جورة كمان ما فيه إشي من مرة يعني ما أثرت ما أثرت لأنه سواها جورة كسرها ويضبطها ويزفتها وكل شيء هلأ إذا بزيد مرات عند ناس معينين أنه يزيد مية بيجيبوا تنكات صرف صحي ويبذوها فيها المناهل تبعات المستوطنة طبعاً ميخدين أمر من المستوطنة أنه يديروا عندهم في المناهل في وقت فوكين لا يمكن أنه واحد يعني يفكر أنه يأخذ من بركته أو من ميته المياه العادمة ويطرحها في الزراعة أنا عندي في البيت محطة معالجة لتقرير المياه العادمة نجمع فيها مية الدوش والمجلة والغسالة والمغسلة نجمعها فيها المطور بدخها على المزرعات حوالين الدار على الأشجار على الورد بسكي فيها كل شي يعني ما بحتاجش أستعمل الحنفية حنفية الدار هم عادة كانوا في فترة من الفترات بفتحوا المجاري هذه من يوم الجمعة لأنه عندهم الجمعة والسبت هذا يعني عيد مقدس فلما كانوا يتصلوا فيهم المسؤولين وكلهم تعالوا ميتكم أفتوعة يقولوا إحنا اليوم عنا في عنا اليوم الجمعة عياد والسبت عيد فنسويها يوم الأحد وبالتالي هم طبعاً كانوا متعمدين يسوي هذه الشغلات هذه أنا شخصياً بقول كل الاحترام لدور أصدقاء الأرض عنا لأنه كثير يشتغلوا معنا وكثير فادونا يشتغلوا معنا وحطونا كارمات لأنه كانوا هم الذول اليهود يجوا يسبحوا عنا في المياه ويجوا ينزلوا بشبه عراف في البرك فإحنا حطينا طبعاً عن طريق أصدقاء الأرض كان في زيارات ميدانية لهم والله بالنسبة للمياه بشكل عام كمزارعة يعني تقلصت كثير جفت يعني كانت يعني بالنسبة إنه ساعتين مياه كانن يعني في خلال ثلث ساعات تعب البركة هالحين ساعتين المياه بجمعنش نص متر في بركة تجميع المياه موسيقى إحنا عدنا للبلد هنا في سنة 1972 في عندنا مستوطنة السور هداسة هذي كاعدين كمان بتمددوا جهتنا البتار عليت كاعدة بتتمدد جهتنا الجبل هذا اللي هو جنب المدرسة هون اسمه خربة الخمسة طبعاً هذا جبل مصادر في منطقة سي وهم منعيننا إنه نسوي أي تمدد هنا المدرسة مثلاً بحاجة لغرف صفية بحاجة لأسوار بحاجة لرعاية شوي أكثر صرنا معروفين في المنطقة لازم إحنا بدنا يعني الينا بيعبدها على طول باستمرار تنظيف وبدها عناية وبدها انتباه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر